من سكاي نيوز عربية لمن انضم إلى متابعتنا الآن هذه آخر المعلومات هذا ما نعرفه حتى الآن القوات البرية الإسرائيلية ستوسع عمليتها هذه الليلة هذا ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري قبل قليل قبل ذلك كان هناك تصعيد وقصف غير مسبوق على قطاع غزة منذ بداية هذه الحرب الأخيرة قصف بري بالدبابات المرابضة على حدود قطاع غزة وكذلك بالطيران الحربي الذي يغير على مناطق قطاع غزة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إذن أعلن توسيع النشاط في القصف وكذلك طالب المواطنين في شمال غزة بالاستمرار في الذهاب جنوبا ودعا الداخل الإسرائيلي للالتزام بالتعليمات التي يطلقها الجيش الإسرائيلي لأنها ستحافظ على حياتهم مراسلنا ذكر قبل قليل بأن الرئيس جو بايدن تم إطلاعه على هذا التصعيد وطبيعة ما يجري الآن في قطاع غزة حركة حماس أعلنت طبعا قبل كل هذا انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت كذلك شركة الجوال في قطاع غزة كذلك أعلنت انقطاع كامل هذه الخدمات في قطاع غزة وهو ما يؤشر على عمل مختلف أو توغل بري لا نعلم هي ساعات مليئة بالتصعيد ونحن معكم إذن في متابعتها أولا بأول إذن شاشة سكاي نيوز إذن هي من أربع زوايا نحن نبقي أعيننا على هذه الزوايا في خان يونس جنوب قطاع غزة حيث يلجأ الغزيون في ظل هذا التصعيد الكبير وكذلك في غزة وكذلك في عسقلان عسقلان التي استمر إطلاق رشقات الصواريخ عليها من قطاع غزة رغم هذا التصعيد الكثيف في الزاويتين على الشاشة تشاهدون الظلام الحالك في قطاع غزة إلا عندما يكون القصف تكون هناك نيران ومع ذلك هناك أعمل الدخان سوداء أيضا في هذه الليلة السوداء شاهدوا إذن معنا هذه النيران إذن التي تندلع ولا تتوقف منذ الساعات إذن نتابع من على مختلف الجبهات إلى جنوب لبنان من مرجعيون تحديدا سلمان العنداري معنا الآن جاهز معنا على الهواء مباشرة تصعيد كبير غير مسبوق في غزة منذ بداية الحرب سلمان كيف تبدو الجبهة عندك في الجنوب اللبناني؟ صهيب القصف غير المسبوق على غزة وحديث المتحدث باسم القوات الإسرائيلية بأنها جاهزة على كل الجبهات سينعكس بطبيعة الحال على جنوب لبنان خصوصا أن قيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بأن أي تصعيد في غزة دمن شعار توحيد الساحات أو مفهوم توحيد الساحات سينعكس على لبنان على الجبهة الجنوبية هنا الوضع هادئ ولكن قبل ساعتين أو ساعة ونصف تقريبا كان القصف عنيف في منطقة كفرشوبة في شبعة في بليدة في مناطق عدة في القطاع الأوسط في القطاع الشرقي وفي القطاع الغربي ست عمليات ست مواقع استهدفها حزب الله اليوم للقوات الإسرائيلية من القطاع الشرقي مزارع شبعة كفرشوبة وصولا إلى مسكاف عام وأفيفيم قصف عنيف على بلدات عدة من القطاع الغربي إلى القطاع الشرقي أيضا إطلاق نار على دورية للجيش اللبناني في عيتارون غارة إسرائيلية على يارون كل هذه التوترات عادت بعد 24 ساعة من الهدوء الحذر هنا على الجبهة الجنوبية أكثر من 30 ألف نازح من القرى الجنوبية إلى الداخل اللبناني والأعداد أكثر بكثير هناك عشرات الألاف أيضا خرجوا من هذه المنطقة واستأجروا بيوت في الداخل اللبناني التوتر يعود إلى المنطقة الجنوبية ولكن مع التطورات في غزة بطبيعة الحال هناك رصد وترقب لما يمكن أن يصدر عن حزب الله أو عن الفصائل الفلسطينية الموجودة في لبنان والتي عادة ما تغطلق صواريخ باتجاه الجليل الغربي أو الجليل الأعلى من هنا من تلال كفرشوبة ومزارع شبع وبالتالي كل ما يحصل في غزة سينعكس بشكل أو بآخر على الجبهة الجنوبية مع تصريحات لحزب الله اليوم قال فيها أن هناك مفاجآت تنتظر إسرائيل وأمريكا في حال تطورت الأوضاع في غزة وتصاعدت حدة الاقتتال والعمليات العسكرية في غزة وهذا ما ننتظره في الساعات القليلة المقبلة ربما من جانب حزب الله أو الأطراف الأخرى نتمنى أن تبقى الجبهة هناك على الأقل هادئة ولكن على عكس المشهد الآن في غزة شكرا جزيلا لك على هذا التحديث سلمان العنداري إذن متابعين على سكاي نيوز عربية إذن هذه تغطية خاصة نحن مستمرون معكم فيها في متابعة هذا التصعيد الأعنف القصف الإسرائيلي الجوي والبري والبحري غير المسبوق والأعنف على قطاع غزة منذ اندلاع هذه الحرب في السابع من أكتوبر إذن بعد قطع الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة قصف عنيف هو الأعنف إذن الذي بدأ في حدود الساعة السابعة بالتوقيت المحلي هناك في الأراضي الفلسطينية ولا تزال متواصلة حتى الساعة يمكننا معكم سماع صوت الغارات والطيران الحربي الإسرائيلي هو القصف الأعنف منذ بداية الحرب استمعوا إلى صوت الطيران الحربي وأيضا أصوات القذائف التي لا تنقطع منذ الساعات إلى أمينة سريري في واشنطن العاصمة أمينة يبدو أن الرئيس بايدن أطلعه الإسرائيليون على ما يحصل في غزة ما الذي توافر من معلومات صهيب كما قال الزميل نضال من القدس الرئيس بالفعل طلع على تحديثات الوضع في إسرائيل وغزة لكن من فريق الأمن القومي هنا بالإضافة أيضا إلى وزير الدفاع الخارجية ورئيسة الاستخبارات الوطنية رئيس هيئة الأركان وأيضا رئيس مكتب الاستخبارات البعض يشير أو يربط ما يحدث من توسيع للعمليات العسكرية الإسرائيلية بهذا الاجتماع والشخصيات التي أحطت الرئيس بايدن بهذه المعلومات وبدأت الأسئلة تدور في وسائل الإعلام الأمريكية هل هذه مؤشرات على بدء العملية العسكرية البرية أم لا حتى هذه اللحظة هناك قراءتين للموضوع الأولى هي أن إسرائيل تريد أن تفرض ضغطا على حركة حماس بالموازات مع المفاوضات التي قيل صباح اليوم إنها تمضي بشكل جيد لكن هناك بعض المشاكل وهناك نوع من الانفراجة تحدث في مسألة المفاوضات مع الرهائن الرواية الأخرى تقول بأن هذه المفاوضات فشلت بالتالي إسرائيل تريد أن تذكر حماس بأن هي اليد العليا هي من تملك الكلمة الأخيرة وبالتالي تفرض مزيدا من الضغط حتى تعيد شروطها إلى الطاولة ويتم أو تحصل على ما تريده من هذه المفاوضات المتعلقة بالرهائن مسألة ربما بدء العملية العسكرية البرية حتى هذه اللحظة يستبعدها كثيرون نظرا لأن الإدارة الأمريكية تعهدت في وقت سابق بأن أولويتها هي تحرير الرهائن بالتالي في حال بدأت بالفعل هذه العملية العسكرية أكثر من 220 شخصا من الرهائن سيكون مصيرهم مجهولا هذا إن لم يقتلوا في العمليات العسكرية سواء البرية أو حتى الضربات الجوية التي يشنها الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة حتى هذه اللحظة هناك يعني بعد تقريبا نصف ساعة سيكون إيجاز عبر الهاتف لمنصق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن جون كيربي قد تتم الإشارة لربما إلى هذه المسألة رغم أن الجانب الأمريكي في مناسبات عدة قال بأنه لا يتدخل في قرار الجانب الإسرائيلي بخصوص متى وكيف ستشن العملية العسكرية في إسرائيل رغم أن المعطيات على الأرض تشير بعكس ذلك هناك العديد من المستشارين العسكريين ذوية الرتبة العالية في الاستخبارات وأيضا في الجيش الأمريكي في إسرائيل يشرفون على هذه العملية العسكرية مع الجانب الإسرائيلي هناك أيضا اعتراف إسرائيلي وحتى أمريكي بتبادل الخبرات بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى المعلومات التي أشارت بأن الإدارة الأمريكية غير مقتنعة بأن هذه العملية ستؤتي أكلها وتعطي النتائج المرجوة وهي القضاء على حركة حماس